بعيدة سألت حضرتك حاجة عشان في صديقة بعتتلي السؤال ده حضرتك قلت حاجات كتيرة جدا محظور أو بلاش يعني ما تستهلش الطلق واني حضرتك دائما بتحاول تصلح بينه لو اتنين عايشين مع بعض ولكن ما لهمش اي علاقة ببعض اللي هم نسميه انفصال كده يعني طلق الصامت يعني عايشين مع بعضهم متزوجين وتحسق في واحد واولادهم موجودين للشكل الاجتماعي ايه ودعوهم بقى عند ربنا يعني حاجة تخصوه يا زوجة يا زوجة بصحيح لها هذا الشرعي ما موجودة في قلب البيت زوجة هو سابها واهمل زوجته واهمل بيته يتحمل المسئولية امام الله هي اهملت في حول زوجة يعني دول يتطلقوا ولا يفضلوا عايشين بصي عشان ايه الشكل العام او الولاد يبقوا مترابين مع ابوه يعني هقول اخف الاضرار عادتهم مع بعضيهم والعيال موجودين بابا موجود وماما موجودة في البيت انتوا استخريتوا على كده خليكوا بقى مستقرين بس عندكم المنتج طلعوا صح لو واحدة ضغطت جزها وقالت له بص ابا محرمه عليك او انت يبقى احلب بالطلق انك ما عملتش كده وهو عمل خيانة فهيبتدي يجدب ويحور عشان يخرج من الموقف ويحافظ على البيت وحلب بالطلق عشان يحافظ على البيت يتحمل المسئولية امام الله يوع الطلق يوع الطلق لأن نيته مختلفة هو نيته يجدب هو نيته يجدب علشان يحافظ على استقرار البيت سؤال اخير وسريع ايه اغرب الاجراءات او احدث الاجراءات اللي بتحصل في الطلق دلوقتي احنا ما نعرفش عنها حاجة يعني نعرف الناس عنها في اجراءات جديدة الطلق مجهوش اي استحداث هي نفس الاجراءات من قديم الازال لازم الزوج يعني في الطلق الباقن اللي هو في حضور الزوج والزوجة لازم هما الاتنين موجودين وهما الاتنين موجودين على الطلق وهما الاتنين يعني الزوجة هنا بتبقي الزوج تساعد الزوج بيوكل حد ده يوكله بس لهم مش موجود مش عشان مش يشوفهوش بعض كلمة أخيرة nets Moto عشان مش شوفوش بعض اوها مش عاوزا taura او هو مش عاوز اشوفا يوم يعمل توكيل لأي حد من عنده او هي تعمل توكيل لأحد من عندها ولازم التوكيل ينص على نوع الطلق والإبراء ان كان فيه إبراء كامل المشاكل اللي موجودة عندنا المستحدثة يعني ده يبقى موجود في التوكيل اه طبعا حتى لو التوكيل جاي من الخارج لانه ممكن الزوج يبقى طلاق حضوري والرقم القومي بتاعها